يعرفي أنه الاستثمار يعني يقول الاستثمار بصفة عامة لا هوية له لا جنسة له ذكر أو منثى لا هوية لا يعني لا سعودي أمريكي الصيني الاستثمار اليوم صار عالمي اليوم الاستثمار من أجل الاستثمار أيضا يقولوا لا دين له ثلاثة أشياء في الاستثمار يعني ما حنصنف حتى الاستثمار نكيف وهذا فهذا اليوم مكونات الاستثمار الجديد اللي نعيشه في العالم يجعل الاستثمار من أجل الاستثمار طبعا ضمن ضوابطنا وضمن عاداتنا وضمن تقاليدنا اللي ندعو لها ما هو ما هو اليوم تركيا أعرف أنا شخصيا على قطاع خاص القطاع الخاص فيه استثمارات ما يسمى حكومة G2G وفيه G2B وفيه B2B اليوم أنا أعرف أنه فيه استثمارات كبيرة على المستوى القطاع الأعمال وفيه استثمارات حالية الآن على إنشاء مصانع في تركيا واستقطاب واستحواذ شركات في تركيا وهذا صاير الآن فحنا عززنا العلاقة اللي هي ما يسمى B2B كيف نفعل التواصل ما بين رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين السعوديين ونظراءهم في تركيا لأنه زي ما قلنا في الأول أهم شيء التواصل والمعلومة وتسويق هذه الفرصة لأنه الفرص المستثمر مثل المياه المطر المطر يعرف طريقه وفين يروح المستثمر يعرف فين طريقه وفين يروح فالمستثمرين وقطاع الأعمال يعرف يعني يحبه وتركيا أساسا بصفة عامة يعني لها صفة خاصة ولها طبيعة خاصة ولها قابليتها وجاذبيتها الاستثمارية وحب الشعب السعودي لتركيا يعني شعب لشعب ويخلق منها جاذبية فكثير من السعوديين مستثمرين في التطوير العقاري في التطوير الفندقي في الخدمي وكثير من الكبار الاستثمارات في تركيا يملكوها سعوديين الآن صندوق الاستثمارات السعودية بيدرس الآن الاستثمارات في تركيا ونأمل أن هذا التواصل أيضا يخلق منه إن شاء الله فرصونا ترجمة نانسي قنقر